الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه ذاه إلى يوم الديني وبعد فيقول الحق سبحانه وتعالى على لسان لقمان عليه السلام في وصيته لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مراحة إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكار الأصوات لصوت الحميد نقف مع جانب واحد من هذه الآية واقصد في مشيك والمقصود به لاعتدال في المشي وعدم مشي الخيالاء وعدم اختيال الإنسان وتكبره بمشيته فقضاء سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب عضي الله عنهما عجلا يقتال في مشيته يتعجب يُعجب بنفسه يتعال على الناس فنظى إليه وقال إن للشيطان إخوانا ويقول الحق سبحانه ويوم القيامة طال الذين كذبوا على الله وجهه مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وسئل أحد الصالحين من العلماء ما السيئة التي لا تنفع معها حسنة فقال الكبر سيئة لا تنفع معها حسنة وذكر نبينا صلى الله عليه وسلم عجلا كان يمشي يختال في مشيته يتبغطر في بردي معجبا بنفسه فخصف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة يقول الشعر تواضع تواضع تكون كالنجم لا حل نازع على صفحات الماء وهو أفيع ولا تكو كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع فالإنسان العظيم متواضع والتواضع والتواضع صفة العظماء ودليل عظم النفس أما الكبر والاستعلاء فشيمة الضعفاء ودليل على خواء النفس واهتزاذها يقول الشعر وَلَا تَمْشِي فَوْقَ الْأَرْضِ إِلَّا تَوَاضُعَ وَلَا تَمْشِي فَوْقَ الْأَرْضِ إِلَّا تَوَاضُعَ فَكَمْ تَحْتَهَا قَوْمٌ هُمْ أَعْلَ مَنْزِلَةً وَمَكَانَةً مِنْكَ فَكَمْ تَحْتَهَا قَوْمٌ هُمُ مِنْكَ أَرْفَعُوا وَإِنْ كُنْتَ فِي عِزٍّ وَجَاهٍ وَمَنْعَةٍ فَكَمْ مَاتَ مِنْ قَوْمٍ هُمُ مِنْكَ أَمْنَعُوا الموت إذا أتى لا يستوقف ولا كبير ولا عظيم ولا غني ولا شيء وإن كنت في عز وجاه ومنعة فَكَمْ مَاتَ مِنْ قَوْمٍ هُمُ مِنْكَ أَمْنَعُوا ثم إن الإنسان أخو الإنسان لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقه أبداً الناس من جاة الآباء أكفاء أبوهم آدم والأم حواء فإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخون به فطين والماء وهنا نؤكد إن من أشد أنواع الاختيال ليس فقط من يمشي على قدميه مختالاً بزيه أو لباسه أو شيء من ذلك أو بأجابي بنفسه أن تختل على الناس بسياراتك الجديدة أو بدلاجاتك الأحدث أو بلباس ربما لا تظن أنهم يملكون مثله فالاختيال على الناس بالمشي في الصيارة أو مخالفة قوانين المرور تظن أنك فوق القانون ولا تلتزم وعلى الناس أن يلتزم وأنت لا تلتزم لأنك فوقهم فعدم الالتزام بقواعد المرور مخالفة شرعية عدم الالتزام بإشعارات المرور مخالفة شرعية عدم الالتزام بتوجيهات المرور مخالفة شرعية بل إن الاختيال بالسيارة أو الدراجة على الناس أعلى من الاختيال بالنفس بالمشي لما في الاختيال بهذه الأدوات من كسر لنفوس الفقراء نسأل الله أن يعزقنا حسن الفهم وحسن التواضع إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته